أداة الاختيار المستطيلة Rectangular Markey تستخدم أدوات الاختيار بشكل عام لتطبيق التعديلات كالقص واللصق أو تستخدم في عمريات الرسم كالتعبئة والأثر وغير ذلك والاستخدام أدات الاختيار المستطيلة قم بما يلي اختر أولاً هذه الأدات من صندوق الأدوات ومن ثم ضع المؤشرة على اللوحة في المكان المطلوب للزاوية الأولى لمستطيل الاختيار ثم ضغط بشكل مستمر على الزر الأيسر للفأرة مع تحريك الفأرة إلى مكان الزاوية الثانية لمستطيل الاختيار الآن أترك زر الفأرة ليتكون الاختيار المطلوب لاحظ أنك إذا قمت بالضغط على زر Shift بشكل مستمر خلال عملية إنشاء الاختيار فإن الناتجة يكون خياراً مربعاً وليس مستطيلاً أداة الاختيار البيضاوية Elliptical Markey لاستخدام أداة الاختيار البيضاوية قم بما يلي اختر أولاً هذه الأدات من صندوق الأدوات بطريقة السحب ومن ثم ضع المؤشرة على اللوحة في المكان المطلوب للزاوية الأولى لمستطيل الوهمي الحاوي للاختيار البيضاوي ثم اضغط بشكل مستمر على الزر الأيسر للفأرة مع تحريك الفأرة إلى مكان الزاوية الثانية لمستطيل الاحتواء الوهمي الآن ادرك زر الفأرة ليتكون الاختيار المطلوب لاحظ أنك إذا قمت بالضغط على زر Shift بشكل مستمر خلال عملية إنشاء الاختيار فإن الناتجة يكون خياراً دائرياً وليس بيضاوياً أداة الاختيار بطريقة الرسم الحر Lasso Tool لاستخدام أداة الاختيار الحر قم بما يلي اختر أولاً هذه الأداة من صندوق الأدوات ومن ثم ضع المؤشر على اللوحة في المكان المطلوب ثم ابدأ بتحديد حدود الخيار كأنك تستعمل فرشات الرسم وعند الانتهاء اترك زر الفأرة ليتم إغلاق حدود الاختيار أداة الاختيار المضلعة Polygonal Lasso لاستخدام أداة الاختيار المضلعة قم بما يلي اختر أولاً هذه الأداة من صندوق الأدوات بطريقة السحب ومن ثم ضع المؤشر على اللوحة في مكان النقطة الأولى للخط الأول من حدود الاختيار المضلعة ثم اضغط زر الفأرة الأيسر مرة واحدة بعدها ضع المؤشر على مكان النقطة الثانية للخط ثم اضغط على زر الفأرة ثانية ليتم تحديد النقطة الثانية ورسم خط الحد المطلوب تابع تحديد النقاط التالية ورسم الخطوط حتى تحصل على شكل الحدود المضلع الذي تريده عندها اضغط على مفتاح كونترول بشكل مستمر مع الضغط مرة واحدة على زر الفأرة الأيسر لإنهاء هذه العملية أو قم بإغلاق الشكل وذلك بالضغط على أول نقطة فيه مرة واحدة لتحصل على شكل مغلق أداة الاختيار المغناطسية تستخدم هذه الأداة لتحديد حدود جسم معين بشكل تقريبي بطريقة الرسم الحر ومن ثم يقوم البرنامج بتقريبي هذا الرسم الحر إلى اختيار مغلق والاستخدام هذه الأداة قم أولا باختيارها من صندوق الأدوات بطريقة السحب ومن ثم ضع المؤشر على اللوحة وابدأ بالرسم بالقرب من حدود الجسم المطلوب ولاحظ كيف أن الخطوط تنجذب نحو حدود الجسم كأنه مغناطيس ولإنهاء هذه العملية اضغط على مفتاح كونترول بشكل مستمر مع الضغط مرة واحدة على زر الفأرة الأيسر أو قم بإغلاق الشكل وذلك بوضع المؤشر على أول نقطة فيه ومن ثم اترك زر الفأرة لتحصل على شكل مغلق وعند الانتهاء من الرسم سوف تلاحظ تحول الخطوط التي قمت برسمها إلى خيار مغلق مقارب لحدود الجسم المطلوب أداة الاختيار السحرية Magic Wand يستخدم هذه الأدات لتحديد حدود مساحة لونية متصلة أو اختيار لون ما في اللوحة فإذا كان لديك هذه اللوحة وأردت اختيار حدود هذه المساحة اللونية فقم بما يلي قم باختيار هذه الأدات من صندوق الأدوات ومن ثم ضع المؤشر في أي مكان من المساحة اللونية المتصلة المطلوب اختيار حدودها ثم قم بالضغط مرة واحدة على زر الفأرة الأيسر ويمكنك تحديد درجة التفاوت بين درجات الألوان للمساحات اللونية المتقاربة في الشكل من خلال صندوق التفاوت Tolerance مثلاً اجعل القيمة 60 ولاحظ كيف أن حدود الاختيار أصبحت أكبر وبالمقابل قلل هذه القيمة ولاحظ كيف أن حدود الاختيار أصبحت أصغر وتستخدم أيضاً هذه الأدات لاختيار لون معين أو نطاق من هذا اللون من اللوحة فإذا كانت لديك هذه اللوحة وأردت اختيار لون معين منها فقم بما يلي قم بإلغاء أي خيار حالي إذا أوجد ثم اضغط على زر الفأرة الأيمن مرة واحدة واضغط على خيار نطاق لون Color Range لتظهر نافذة نطاق اللون الآن قم باختيار اللون المطلوب إما بالضغط مرة واحدة على اللون المطلوب في اللوحة أو من نافذة الألوان أو من صندوق اللون الحالي ولون الخلفية فيظهر في هذه النافذة تلقائياً مساحات بيضاء تمثل أماكن وجود اللون الذي قمت باختياره في اللوحة أخيراً اضغط على زر الموافقة OK ليتم اختيار اللون المطلوب في كل لوحة بما فيها من طبقات ولكن هذا لا يعني أنه إذا قمت مثلاً بملء هذا الاختيار فإنه سوف يتم ملؤه في جميع الطبقات بل في الطبقة الحالية فقط تعديل الاختيار يتيح لك برنامج فوتوشوب عدة خيارات لتعديل الخيارات بعد إنشائها بحيث تصل إلى شكل الخيار المطلوب ولتطبيق هذه الخيارات قم بما يلي أنشئ الاختيار المطلوب ثم اختر أي من أدوات الاختيار عدل أداة السحرية الآن اضغط على زر الفأرة الأيمن مرة واحدة ثم اضغط على خيار تعديلات الاختيار Selection Transform فيظهر مستطيل يحيط بالاختيار وعليه ثماني نقاط تحكم موزعة على حدوده بالتساوي هذه النقاط هي التي تمكنك من التعديلات الرئيسية التالية أولاً تحريك الاختيار وذلك بالضغط المستمر داخل حدود الاختيار مع تحريك الفأرة ثانياً تدوير الاختيار وذلك بالضغط المستمر خارج حدود المستطيل مع تحريك الفأرة لتحديد درجة الدوران ثالثاً تكبير أو تصغير حدود الاختيار وذلك بالضغط المستمر على أحد نقاط التحكم ومن ثم سحبها إلى المكان المطلوب رابعاً تشويه الاختيار وذلك بالضغط مرة واحدة على الزر الأيمن للفأرة ومن ثم الضغط على خيار التشويه Distort ومن ثم سحب أي من نقاط التحكم للحصول على الشكل المطلوب والآن وبعد الانتهاء من تعديل الاختيار قم بضغط مفتاح Enter لإنهاء عملية التعديل أو ضغط مفتاح Escape لإلغاء عملية تعديل الاختيار ويتيح لك البرنامج بالإضافة إلى هذا النوع من التعديلات تعديلين آخرين هما أولاً إضافة اختيار إلى الاختيار الأصلي فإذا كان لديك هذا الخيار مثلاً وأردت إضافة خيار دائري له فقم بما يلي اختر أداة الاختيار الدائري ومن ثم أرسم الاختيار الثاني مع الاستمرارية على الضغط على مفتاح Shift لأتم إضافة الاختيار الجديد ويمكنك إضافة ما تشاء من الاختيارات ما دمت مستمراً بالضغط على مفتاح Shift ثانياً طرح اختيار جديد من الاختيار الأصلي فإذا كان لديك هذا الخيار مثلاً وأردت طرح خيار دائري منه فقم بما يلي اختر أداة الاختيار الدائري ومن ثم أرسم الخيار الثاني مع الاستمرارية على الضغط على مفتاح Alt ليتم طرح اختيار الجديد ويمكنك ترح ما تشاء من الاختيارات ما دمت مستمراً بالضغط على مفتاح Alt وأخيراً لإلغاء الخيار تماماً اضغط على الزر الأيماني من الفأرة ثم اضغط على خيار إلغاء الاختيار T-Select ليتم إلغاء الاختيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر